بعد مناشدات الفلاحين وزارة الزراع والجهات المسؤولة لدعمهم بأهم المسلزمات الزراعية ومنها الأسمدة تعود للواجهة المطالبات لتأهيل وتشغيل معمل الأسمدة الكيموية في بيجي والتابع للشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية إذن المعمل كان ينتج قرابة الـ 2000 سنويا وبأسعار حكومية مدعومة تخافف عن الفلاحين أعباء الشراء من السوق السوداء وأكد الخبير الدكتور الشبيب أحمد العزاوي أن عدد العاملين بعد افتتاح المعمل من قبل أحد المستثمرين تجاوز الـ 1300 موظف ليكون داعم للمزارعين وللأيد العاملة والقضاء على البطالة بنسبة كبيرة ما يتوجب بدل الجهود لإعادة تشغيله مجددا هذا المصنع الذي كانت نقطة تحول في المحافظة وذلك لاستيعابه للبطالة الموجودة إذ كان يشتغل في هذا المصنع أكثر من 1300 موظف أو عامل وثم بعد التطور في أقسام المصنع أخذ يستوعب أكثر من هذه الأيدي العاملة تعرض المصنع إلى كثير من المعوقات وخصوصا ما بعد 2003 نتيجة أعمال التخريب وأيضا الإهمال الذي أصاب الصناعة العراقية نتيجة الاحتلال وفي سنة 2009 عملت محافظة صلاح الدين على إحالة هذا المصنع أو وزارة الصناعة إلى إحالة هذا المصنع إلى مستثمر في سنة 2009 وتم افتتاح المصنع مرة أخرى في سنة 2012 لينتج ما يقارب من 2000 طن من الأسمد الكيميائية ليرفد أسواق المحافظة بشكل خاص وأسواق العراق بشكل عام ترجمة نانسي قنقر